لو أنت مدير شركة مثلا أو صاحب محل وعندك موظف بياخد مرتبه كامل وكل حوافزه وبدلاته وبتريحه وتسنجفه وتمنجهه وتدلعه وآخر دلع عشان ربنا ينفخ فوشه ويشتغل وينتج ويعمل مطلوب منه وبعد ده كله اكتشفت أن ما فيش شغل يتعمل بجد والإرادة بتاع الشركة أو المحل أقل من تكليفه والدنيا جاي عليك بإخسارة بتعمل إيه؟ أول حاجة بتعملها لأنك هتسأل الأفاندي اللي انت مشغله وتقوله ومال حضرتك بتعمل إيه في السبع ولا التمن ولا التسع ساعات اللي بتوعودهم في الشغل أو السؤال ده مهم جدا يتسأل للنظام في مصر لما تعرف إن فيه مستشفى مهمة ورئيسية لعلاج سرطان الأطفال في الدلتا هتقفل عشان ما فيش فلوس إيه هي المستشفى دي؟ وإزاي بلد بحجم مصر مش قادرة تدبر فلوس لمستشفى دورها خطير ومحوري زي دي؟ وإيه بالزبط تفاصيل الموضوع؟ تحالوا نشوف معلش عاوزك تستحمل خليني قبل ما أدخل بيك في الموضوع بتاع مستشفى سرطان الأطفال أراجع معاك شوية أرقام أو مبالغ دخلة جبن نظام والحكوم وهقولك لازمتها إيه بعد سواء وأنا عارف أن الأرقام دي ممكن يعني أنت تكون سمعت جزء منها أو أغلبها أو حتى كلها قبل كده لكن معلش برضو استحمل لي كام سنين ما لا يقل عن 30 مشيها 30 بس 30 مليار دولار رز من الخليج و 145 مليار دولار ديون خارجية ومشيها برضو 145 بس لأن في خبر اقتصادين لهم وزنهم بيقولوا أن هم 282 مليار و 7 مليار دولار طاروا من الاحتياط النقد الأجنبي المصري في 5 شهور بس و 5 مليار دولار استثمارات قطرية السنة دي بس وديعة سعودية جديدة غير الرز القديم ب 5 مليار دولار السنة دي بس كل ده غير فلوس بيع مشروعات كبيرة للأمارات والسعودية وغيرهم وبخلاف الاستثمارات اللي اتفق عليها السيسي وبن سلمان في لقاءهم الأخير في مصر أو كل الأرقام اللي انت شمعتها دي واللي من 5 مليار دولار وانت طالع النظام ما كلفش نفسه ياخد منهم أي مبلغ بأي حجم أو يعمل استثمار من أي حجم برضو عشان علاج أطفال المصريين من السرطان ويعدي يرمي الفلوس يمين وشمال وابن عاصمة إدارية ملهاش 30 لازمة واطول بورج في أفريقيا عشان تطلع فوق تتفرج على الصحراء وعلى العشوائيات والسحاب السوداء واطول نطحة سحاب في العالمين برضو عشان تطلع تتفرج على الصحراء من فوق وحاجات تانية كتير والنتيجة هي الموضوع اللي عاوزين نتكلم فيه النهاردة مستشفى سرطان الأطفال في طنطق هتقفل أو غالبا هتقفل عشان ما فيش فلوس كلنا كمصريين عارفين واسمعنا من زمان عن مستشفى 57-57 لعلاج سرطان الأطفال في القاهرة والنظام مبارك عملها واعتبر أنها من أهم إنجازاته ومن ساعة ما تعملت والإعلانات ما بتبطلش في كل القنوات لجمع تبرعات لي الإعلانات اللي بيحصل فيها امتهان لكرامة الأطفال المرضى وأهليه المستشفى دي بصرف النظر عن أن الدولة كان مفروض تخدم عليها أكتر من كده بكتير لكنها عملت دور مهم في التعامل مع سرطان الأطفال أيام مبارك المستشفى دي ليها فرع في طنطق الفرع ده من ساعة ما تعمل في 2007 وهو بيخدم الأطفال مرضى السرطان في الدلت يعني كذا محافظة فرع بيعالج على الأقل 3000 مريض سرطان من الأطفال كل سنة قبل ما يتعامل الفرع ده كان يعيني أهل الطفل مريض السرطان لازم يسافروا به مسافات ممكن تزيد عن 100 كيلو من مطروح ولا البحيرة ولا اسكندرية عشان يروحوا بيه يتعالج في القاهرة فأظن نحن دلوقتي مدركين قد إيه الفرع ده مهم وأي خلل يعني يحصل وهيضرب آلاف الأسر ضربة كارسي أو الفرع ده المدير بتاعه بيقول إنهم مش قادرين يوفروا أبسط الإمكانيات ولا الأدوية عشان يستمر في تأدية رسالته وإنه هيئف الخلاص اللي هو مصيبة بكل المقاييس بس قبل ما يكون مصيبة فهو إدانة للدولة ونظامها وحكومتها يعني إيه دولة بحجم مصر أنتاجت في رمضان اللي فات لوحده 36 مسلسل أجور الفنانين بس في المسلسلات دي 45 مليون جنيه دي الأجور بس مش التكلفة الكاملة للمسلسلات إزاي الدولة اللي بالحجم ده تسيب تاني أكبر مستشفى سرطان أطفال فيها تقفل عشان ما فيش فلوس بس قبل ما نكمل كلام عن كارسة قفل المستشفى خلينا كلمك عن مهزلة أكبر كانت مستمرة طول السنين اللي فاتت في الوقت اللي النظام في مصر بيعيرنا أنه عامل خطط لكل حاجة من أول تصدير الغاز لغاية زيادة إنتاج اللحمة من المواشي وفي الوقت اللي رأس النظام بيقول أنه قاعد خمسين سنة يدرس مشاكل البلد النظام ما كانش عامل خطة لعلاج الأطفال مرضى السرطان ولا المحافظة على تمويل مستشفىات السرطان وكان سايبها عيشة على التبرعات أو الله يزن بقولك وده السر في أن مستشفى طنطة ممكن تقفل في أي لحظة لأن المستشفى دي اللي بتعالج زي ما قلنا 3000 طفل مريض بالسرطان سنويا أغلبهم من أسر فقيرة ما تقدرش تتحمل التكاليف الغالية للعلاج المستشفى دي كانت عايشة على تبرعات رجال الأعمال وكانت بتتلقى تبرعات كل سنة حوالي 25 مليون جنيه يعني فوق المليون دولار بحاجة بسيطة يعني كلام فارج وشوية فكة بالنسبة للفلوس اللي أخدها النظام وصرفها على كلام فارغ برضا يعني المفروض اللي نقتنع أن دولة زي مصر مش قادرة توفر المبلغ ده أو حتى 3 أو 4 أضعافه لمستشفى بتعالج مرض خطير وعلاجه غالي زي السرطان يا أما اعتبروا عربيتين في الأطر الكهرباء اللي بتعملوه ولا أطر بونوريل واحد ولا برج في العاصمة الإدارية أو العالمين ولا حتى أصر من اللي بتبنوهم مش عشان كو ولكن عشان مصر خد بالك إن فيه زاوية تانية في الموضوع خطيرة جدا وهي إن النظام اللي بيديق على القطاع الخاص وبيحتكر البزنس بتاع البلد لحساب الجيش سايب القطاع الخاص يشيل عنه تكلفة تمويل ودعم ومستشفى علاج السرطان يعني بتطردوا الناس من السوق وتخلوهم يصرفوا على حاجات هي من صاميم مسئوليات الدولة خصوصا في بلد منكوب بأرقام خيالية لمرضى السرطان بسبب الغذاء الغير صحي وتلوث الميا والهواء وكل حاجة سيادتك مصر فيها كل سنة 166 ألف حالة سرطان جديدة وحوالي 8% من مرضى السرطان في مصر أطفال دي مصيبة وفيه إحصائيات بتقول إن 42% من الأطفال تحت 18 سنة في عرضة للإصابة بالسرطان وده رقم مصدره مستشفى 57-57 لأن تخيل حضرتك مفيش إحصاء قومي دقيق لمرضى السرطان من الأطفال في مصر أنت مستوع بحجم الأزمة الأرثان دي بتقول ببساطة إن مرض خطير وده عضال زي ده منتشر في مصر بين الكبار والأطفال الدولة كان سايبة تاني أكبر مستشفى متخصصة فيه عايشة على تبرعات مع إن المفروض حسب المعلن يعني إن الخدمة اللي بتقدمها المستشفى خدمة كبيرة ومحتاجة صرف لأن فترة العلاج للطفل الواحد من مرضى السرطان بتوصل لتلات سنين ونتيجة الوضع ده فيه قيمة انتظار طويلة جدا وده برضو باعتراف المستشفى الرئيسي في القيار يعني بدل ما الدولة تخلي عندها شوية دم وتعمل مستشفى الجديدة أو تزود الخدمات سابت تاني أكبر مستشفى لعلاج سرطان الأطفال عرضة للإغلاق السرطان اللي انتشاره في البلد كوباء مسؤولية مين؟ مش مسؤولية الدولة؟ مين اللي مسؤول عن سلامة الغزا والهوى والمية للشعب؟ أمهم الفرع الرئيسي للمستشفى بيقول إن فيه 17 مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في مصر وينها سؤال إذا كان أكبر مستشفى في شمال مصر الدلتا معرض للإغلاق بسبب نقص التبرعات وما لإيه الوضع في باقي المستشفى؟ النقطة الأخطر باقي من كل ده إن مستشفى سرطان الأطفال في طنطة أعلن فعلاً في الشهر ده إنه خلاص جمد نشاطه واللي قالي الكلام ده إعلام النظام مش المعارضة ورغم إن حاجة زي دي في أي بلد بيحترم ناسه وكانت هتقلب الدنيا اللي إن الموضوع ولا حس ولا خبر ومن كتر الطناش اللي حوالين الموضوع إلا من شوية أخبار يعني متنطورة في بعض المواقع تحس إن الكارثة دي بتحصل في بلد تانية مش في مصر يا راجل ده الجريمة اللي ابن وزيرة الهجرة متهم بارتكابها في أمريكا وهي قتل اتنين صحابه عملت ضجة في الإعلام أكبر من كده والدولة كلها احتشدت وراها بكل أجهزتها وإعلامها ومسؤولينها أكتر من كده ده حتى مع الأخبار اللي انتشرت عن قفل المستشفى الدولة ما تدخلتش لإنقاذ المستشفى من نقص التبرعات أو إنقاذ المستشفى أصلا من فكرة إنها تبقى معتمدة على التبرعات وثابت كل اللي عاوز يعمل حملات جديدة للتبرع يشتغل والنتيجة هي موسم جديد من الشحات على المستشفى وصلنا الجمعة وكان عندنا خبر بالأزمة اللي موجودة في المستشفى السبع وفصيني بتاع أطفال السرطان في تانتر أنا بجأة كل رجال الأعمال في مصر مجال الأعمال في تانتر تجار المحترمين في تانتر رواد سيدي أحمد البدوي ورواد الشيخة صباح التورق الصوفية وأنا عقل رئيس مجلسة التورق الصوفية من هنا من هنا في تانتر السبع دقمت للشعب ياريك بعد إذنكم لأن مستشفى 57 في تانتر بتخدم مش بس تانتر وأطفال تانتر بتخدم واجهة باحة لكله والعكس زي ما سمعنا اليهار ده أكتر من 200 مليون في السنة مستشفى بتقول لها 25 مليون بتسة مية و20 مليون يعني أكس 25 مليون أنت مستوعب المهزنة؟ الدولة سايبة ملف بالخطورة دي للشحاتة من رواد مسجد البداء وفتنطة والشيخة صباح من الشيخة الصباح دي صحيح؟ المهم عشان طبعا الموضوع ما يخلاش من بعض الناس اللي محترفة مزيدة على أي حد بيتكلم عن أي أزمة بتحصل في البلد اللي بيطلع يقولولك طب هو النظام هيعمل ايه يعني؟ مش كفاية عيني داير يستلي في مين وشمال عشان البلد؟ أقول لك الله ينور عليك مدام النظام عمال يستلي في مين وشمال؟ هل صحة أطفال المصريين ما تستهلش قرد يصب في خدمة مستشفات علاج السرطان؟ دا يعني لو مشينا وراك وقلنا أن ممكن الاقتراض يكون حل هو اللي ممكن يكون أهم عند أي بلد من صحة أهلها علما بأنك حتى لو حسبتها من الناحية البراجماتية النفعية دا أنت مهما صرفت على علاج الأطفال دي بتخدم نفسك لأن دا بيوفر عليك تكلفة أكبر لو لقدر الله الأمراض دي انتشرت أكتر أو حالات الأطفال دي ادهورت أكتر لأن كل دي ملفات بتطارد أي نظام ولو نفس الشخص الزاكي دا قالك إن النظام بيستلف عشان يعمل مشروعات فعلية تيجيب عائد سريع يسد الديون بينما مستشفات السرطان دي ملهاش عائد اللي يقول لك كده قوله راجل عيب عليه هيا فان المشروعات دي اللي اتعاملت بالقروض واللي بيجيب عائد سريع ولو الموضوع كده هولين قروض وقصاتها بتبلع موازنة الدولة وبتخليها تستلف أكتر كل كم سهر وده باعترف وزير المالية نفسه مع نشأة الديه راجلكم طيب الفرق بنجيبه بنستلفه بنستلفه بأقصاد فوائد بأقصاد القرد نفسه والفوائد داعتنا مصبوط مع القديم فبني بزيه لو هنستعرف الرقم السنة دي انت هتدفع 541 مليار فوائد و276 مليار أقصاد ديون متين 76 مليار أقصاد ديون المجموعة دا 817 مليار جنيه دا تبنة الدين بس فوائد وقصات وانت عندك كل إرادات داحة 942 في الموازنة 989 فانت لو جيت 900 هتاخد منهم 817 فوائد وقصات ويبقى لك بس فيش قرارة 100 مليار يمكن ولا حقا أقل أقل هستلف تاني للأسف الحقيقة اللي مش هينفع حد يهرب منها هي ان في مصر كل الملفات بيتقال عليها مهمة إلا أهم ملف وهو صحة المصريين وعيالهم والدليل الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه إغلاق مستشفى سرطان الأطفال في تانتة مستشفى اللي قيم على التبرعات ومع ذلك خلاص التبرعات ما بقتش قادرة تكمل معا لأن زي ما قولنا من شوية حجم التبرعات حوالي 25 مليون جنيه في السنة بينما حجم المصروفات اللي المستشفى محتاجاها سنويا للدواء والخدمات وكل مراحل العلاج حوالي 120 مليون جنيه اللي هما برضو شوية فكة لو قرنتهم بالأرقام اللي رجعناها مع بعض في أول الحلقة هنا فيه سؤال تاني ممكن حد زاكي يسأله هو فرع تانتة ده مش جزء من المستشفى الرئيسي اللي في القاهرة طب ما ياخد من جميل جدا أنا سعيد إنك سألت السؤال ده وأحب أجاوبك وقول لك هو مين قال لك إن ده ما حصلش حصل فعلا مستشفى تانتة استلف فعلا من ميزانية الفرع الرئيسي في القاهرة بس الكارسة لحضرتك يمكن ما سمعتش عنها برضو بسبب الإهمال الإعلامي للملفات المهمة لزي دي هي إن الفرع الرئيسي في القاهرة برضو عنده أزمة ملي لأن منظومة المستشفى دي كلها بتعاني من أزمة كبيرة من بعد الكورونا ومن بعدها حرب روسيا وأوكرانيا ده غير إن مؤخرا فيه خمسة من الشركات اللي بتورد المستلزمات الطبية والأدوية للمستشفى وفروعها المختلفة قالت لهم إحنا هنرفع الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية الحقيقة إن موضوع إهمال الدولة لمستشفى تعليق سرطان الأطفال مش قاصر بس على اللي بيحصل دلوقتي بفرعة طنطة واللي الدولة قاعدة زي أنا بالضبط تتفرج عليها وهي احتمال تتقفل وكانها مهلاش دعوة ده واضح إن كل حاجة كانت متسابعة لأهل الخير ولو عاوز تعرف إيه الدليل سمعت عن عم زازة قبل ما قولك من الرجل العظيم ده بطلب منك تدعيله دايما الرجل الطيب ده مواطن مصري عادي خالص شغلته الأصلية جزار ساكن في السيدة زينب اسمه الأصلي صيام عبدو الرجل ده لاحظ إن أهالي الأطفال مرضى السرطان كانوا بيتبهدلوا لما يجوا بعيالهم عشان جلسات العلاج من أماكن بعيدة وبيحتاجوا ويركابوا توك توك من مترو السيدة زينب لغاية المستشفى وبيتعرضوا للاستغلال لغير إن هم أصلا مش نقصين مصريف الرجل ده كان أعظم وأرحم من الدولة لأنه راح اشترأ من ماله الخاص عربية فان ووقفها لله سبحانه وتعالى وخصصها مجانا لنقل الأطفال المرضى وأسارهم من المترو للمستشفى وكان كل يوم يوقف جنب المترو عشان يوصلهم مجانا مرة تانية من سبعة الصبح لستة المغرب ولما بعض أهل الخير عرضوا لهم يدعموه بتورعات رفض هل وقف عم الزازة عند كده لا ده كان عنده شقة في السيدة زينب جنب مستشفى سرطان الأطفال ولما لاحظ إن كتير من الأهالي بيضطروا يباتوا في القاهرة مع أطفالهم مرضى السرطان ليلة أو اتنين أو وبيباتوا في لوكندات أو شواء بتزود مصارفهم راح مخصص كمان شاقته اللي في السيدة زينب للأهالي دول بدون أي مقابل وبرضو رفض إن أي حد يدعمه أو يتبرعه عشان كده عم الزازة لما توفى في يناير اللي فات يعني حزنت عليه آلاف الأسر اللي كان بيقدم لها الخدمات دي بدون أي مقابل لقيت الناس اللي بتيجي من الأقليم محتاجين سكن وهنا بيأجروا بمبارئة عالية عندي الشقة دي تروح تموى الضبعة وجايت فيها سبع سرعير وعمل تياف تبرع كلام ده من أربع سنين وعمل تياف تبرعه يوجد سكن مجانين وبدون تبرعه إن أنا ما بخش تبرعه من حد خالص إن أنا أعملها صادقة جريعة على روح وجدتي ورحمتي والله عام زازة أصلا مواش محسسنا إن إحنا عادين في بيت غريب وقال لنا ده بيتك فعلا ده اللي إحنا يعني اللي إحنا حسناه هنا بيسيبنا براحتنا خالص طول ما إحنا عادين هنا إلى جانب ضيافة المرضى وأسرهم اشترى العام زازة أيضا منذ سنوات سيارة خصصها لنقل المرضى مجانا من محطة مترو السيدة زينب إلى مقر مستشفى 57 ده صيام عبدال المواطن المصري العادي اللي يتكلف كل التكلفة دي في عز الأزمة الاقتصادية وما قالش هو أنا يعني هعمل إيه للناس دي هو أنا الحكومة في الوقت اللي الحكومة اللي المفروض إن ده دورها بتعمل نفسها من بينها وسايبة مستشفى طنطة لسرطان الأطفال عرضة للإغلاق وسايبة رجالتها يشحتوا عليه من مرتادي ضريح السيد البدوي والشيخة صباحة وفي الوقت اللي أكتر كلمة يعني اشتهر بها النظام أجيب لك منين أنا مش قادر أدي النظام اللي دفع 130 مليون جنيه لغدا والي المزورة اللي سرقت شغل الفنان الروسي وشفته على ورق شفاف ولزقته على محطة ميته عدل منصور ولزقت الدولة كلها على أفاه اللي بيحصل مع مستشفى طنطة لسرطان الأطفال مرشح إنه يحصل مع أي مستشفى من المستشفىات السبعتاشر لعلاج سرطان الأطفال في مصر وغيرها من المستشفىات بل وارد جدا إنه بعد شوية تلاقيه بيحصل مع الفرع الرئيسي في القيارة لأن كل ده هو نتيجة حتمية للسياسات بترفع إيدها عن المواطن بحجة إن أنا ما معناش لأنها مستعدة تصرف على كل حاجة إلا الحاجات الأولى بالصرف وأهمها صحة المصريين أصحاب الفلوس اللي بتتصرف نشوفكم على خير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر